مرحبا شباب شلونكم اشي اخباركم اتمنى منكم الصلاة على حبيب محمد افضل الصلاة عليه وهيا بنا نبدأ قصتنا نيندون يتحدى وانهيان فجأة هذا ليس الاهتمام نخبل عشاء الاربعة شجاعة ليست صغيرة نيندون في اخر مرة انا سمحت لك بالهرب عيدة سارى كيف ستهرب هذه المرة ايضا الشقينة المتهور ويبدأ الاندفاع ساخذ حياتك ليس بالضرورة من سياخذ حيامان رمح الموازين السماوية القديمة حكم رمح الموازين السماوية القديمة حكم رمح لوه العظيم وبدون التصادم بيناتهم لقد اصيب وانهيان حكم رمحلين دون قوي جدا شقينة من الصال اصابته اجبارك هذا السيد الشعب على ان يكون جادة لن تكون نتيجة سوى موتك رمح السماوية منقسم هذه فرصة جيدة يمكنك اختبار فن القتال الجديد الذي تعلمته جسد الرعد عظيم الشمس العظيم يشم جسد الرعد ماذا هو يوقف هجوم رمح لوه العظيم بيده العارية هل هو مجنون ويتصادمون ونرى بطننا ويتصدى في يده ماذا يده الفارغة تستطيع ايقاف الحركة الخاصة رمح لوه العظيم فجأة وانا راه مفسر تصدى لها لكن لقد ظلم هذا ما نسمونه لا بعيدا اي قدرة هي هذه لا تعتقد ان اشير تكون هي فقط من تمتلك اشياء جيدة هذا هو جسد الرعد الشمس العظيم الخاص بهذه قدرة استطفتها شاب مثلك النجاف التديب عليها وكمالها نين لون جعل خاص ما يتراجع ايه قوي جدا اللورد الدلق هو من علي امك هذي القدرة ايه ام هي تستطيع مقاومك انزروح من الركبة العالية دون وجوشي على اليد بعد هذا انت الين تستطيع يقول ان اللورد الدلق يخداعك في الحقيقة سقل الجسد بهذه القدرة يتطلب فقط ادوات ليست من الركبة العالية لكن عند الاشخاص الذين يستطيع ان تعمل هذا النوع من القدرة في الامبراطوري قليل جدا كما ترى دقان جميع الاشخاص انها قد سقطت بسبب خوفهم منها ايه الدلق الصغير تعال لهنا انت قد قلت ان التدريب على الجسد الرعد هذا يتطلب التعرض الصعق لماذا لم تخبرنا انها كان طريقة اخرى سابقة لو لم يكن هذا بفضل حظي لكن قد تحويت الامجر السحابة من الدخل لا دعا ان تهتم بهذا التفاصيل الصغير المهم هو انك حي وقد اصبحت خارق القوة ليس كذلك ايه المتوحش فقصنا واحدا ان تسمح لهذا الشق بان يصبح قويا لهذه الدرجة هذا غير ممكن قطعه ويبدأ لجوم براث شر من الصلخ اخضاع الذهبية واعني ان اخرج حركة عائلته الخاصة هل هي مجرد قطع رخيصة التي كالدرجة حتى تستحق ان تسميها بهذا الجسم ساسمح ذك باللقاء نظرة على القوى الحقيقية براث شر من الصلخ اخضاع الذهبية ماذا؟ ان صدم لندون سيستعمل ايضا براث شر من الصلخ اخضاع الذهبية هكذا يكون حكم الاخضاع العالي وينهاجمه ونرى انصابه خاص ماه لندون ويطع الاجوز حتى ولو انه سرق كتاب النادرة الذي كان داخل حقيبات كون خاصتي لكن كيف امكن ان قيام بهض بكثير من يعناه ايوه السيد الشاب الثاني ويجي وهذا يغلط عليه سيغير اليوم انه يجب علي تمزيقك الى عشرات الالف من القطاع ويقول له ايوه العجوز لقد ظهرت اخيرا عندما اصبتني في تلك المرة انت تتسبب لي بقرحة محدة ويارد ضرب العجوز يسقط على الارض ويتدمر الالب العجوز يرتعش من الالم شقينات هذا العجوز ولكن بطلنا استعمل القدر اخرى ويقول له تخيه فمنتصف جاو يطفو فوق الفراغ ممسك بيده منصة ذهبية وحجمها المنقوي وعمل الوقت كان يبدو كما لو انه مربط شديد ليندون هولا من هم محظون كان اكثرهم او معظمهم مصدومون على الاقل امتيك المهارة الحقيقية في نظرات عشرات الالف من اشخاص من دايشين ذلك التخيه كان يبدو تمام كلمة لو انه اله ظهر على الارض ويقول له ابا ليندون هيوه العجوز وذلك السيد القديم الثاني من العلوان انتم مستعدان ويقول له العجوز انتظر انتظر ما الذي انتم انتظر ليش لاخذ هذا ويعمل المنصة يشين جسد الراد براث انشر مناصة الاخضاء الذهبية هو انه استبدال شخصين قويين من العلوان في مستوى الشكيشي ويبدو النشاء السابق كانت صحيحة ليندون هذا الفتاة قوي جدا ما هي خلفياته هذا لا يبشر بالخير بالنسبة اللي يبحث عن الكنوز ليندون كيف تتدرب انت في وقت تتقدم بسرع جدا هذا لا شيء ليندون انظر الى لين لا نعطيان ويقول له مجرد الشيخ الصتافة هو واحد من تفرع عشير اللين قتال شخصي مع الواندون تصريح وتشويه السماء غير عشير تي حتى مع عشرات الالف لين يكافي التكفير عن هذه الجريمة اركعك اعتذار العلوان حالة بعد ذلك توجه الى قاعدة تنفيذ قانون خاصة العشرة وانتظر حكم مع عقبتك هيا رئيس دين لانت يعني اندون اغلمه انمر بخيرك يا ها 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 وما دخل انت في هذا احمق من تعتقد نفسك تريد ان تأمرني ايضا؟ اوه انصدم انت فارج من عالى اللين وغادة العلوان هم ان بدأوا القتال ليس انك لم تساعدنا فقط لك هلك تريدني انرك العلوان هل انت من عالى اللين ام انتك من عالى وان من ان بنظرك افسس مع عشرة اللين ان اللين لا اغتيان انت اتصال الموت ونحن جميعا من عشرة اللين ما توقع بدان يكون هناك شي جالين ان يشعر بهذا الكرهية العميقة والاستياها تجاه بعضنا من واضح انها غلطة لوانغ منذ البداية لكن ان تبعني من اجر اضاءهم هذا سيحبط عضاء عشرة حقا كما سيعتقلنا كل اشخاص في العالم حكموا على هذا منفسكم جميعا اللي هو اللين لا اغتيان مدرك حقا لمكانته كعضو اساس للعشرة من الواضح ان هذا اللين دون يريد سحق القبعة الكبيرة اللي يخسر اللين لا اغتيان مع وجهه حتى لا يجرى على القيام بحركة واحدة هذا لا يهم على كل حال نحن سنستمتع بالمشاهدة نعم نعم وديع ومحترم في الخارج لكن طاغية في الداخل اي مهارة هي هذه فقدث بالعلوان اوه 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 دين لا تتحدث بالهراء على اللين متحالفة مع علوان انا عاقبك فقد ما يجل حم حافظة على هذه العلاقة بينهما ليست متأكد من كذلك فيما للامر جميعهنا ليسوا حمقى لقش يهدوا كل شيء هذا الشقنة اني يريد الموت هو يعتقد حقا اني نقب اي شيء في حضور هذا العجل من الاشخاص هذا ما كنت اريده ليس كذلك على الرغم من اني اريدها في هذه اللحظة لكن اجباري لها ليعتذر العلوان جعلني مشكوكة مع ذاك من مستحل ان اسمح لهذا الشقي بالفلات من هذا الامر اوه 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 انظروا الى اللوح الحجر القديم الكبير اللوح القديم يدافل انفتاح خيرا كنوز ذات تقدر اسمه وتنتظر ان اسرعي والاخوات احركوا بسرعة بسرعة لا تخروح نحن اجب الان اسمه الاخر بحصول على اشياء جيدة انت لا تريد الدخول هذا الرجل لا يزال متردد البقى هنا مجرد تضيع الوقت لن يستفيد منه اي احد انت لا يستطيع به ليس كذلك انت غاضب للا انتان هيا الاخر اكبر لا انتان نحن الاربا جميعا هنا ما عم نجل هذا الحدث لهذا لا يمكن تضيع الوقت فقط بسبب بعض الحواليات المفاجئة ساسمح لك بالذهب موقته يوشقي اذا من افضل لك ان لا تقيك لاحقة نذهب خير الذهب هذا ليس بالوقت المناسب تشبك مع تشيق متهور حقا لكن مثير الاهتمام كذلك وهي تتحسنت سوى وانيان او ليناتيان افضل جهداك امر غريب هل هي رئيسة عائلة هونبو في اخر مرة تشو تشين وتولت مكانها في رضاريح القديم من المحتمل انها تارت تشو تشين اين هي الان وما الذي تفعله في هذا السنة التي مضت لايهم كما تدرب حتى رحق وجودها يبقى ظاهرة دائما في عقلي يجب علينا الوصول الى متصف اللوح الحجر القديم من اجل ايجاد ختم من البلامة ويقفز بطلنا واو هذا هو فضال اللوح القديم الروحي افقر احضر قنواته من المحتمل انها سينشير اشخاص داخل في اماكن مختلفة من الفضال الروحي ذلك انه مخرج امامنا اوو ننزل هذا هو المجدان لقد سقطوا هنا دخل البواب هنا داخل اللوح الحجر القديم كبير فضال روح صناعة طائفة قديمة كبير واسع ولا حدود له صناعة شي متحشكة هذا يجب ان يكون مشكلة موهو بشكل استثنائي وفخذ لك وفر طائق قيوان هذا المكان مناسب جدا للتدريب بالطبع قدرات الطائفة من الوصول القديمة لا شيء يمكنك تخيله ليس سيئة المكان هنا امام تقريبا يبدو ان هذا المكان امام جدا وجميعا نسرى ونبدأ في صيد الكنوز اه امام اه امام ما تحتقون صيح صباح محظنة جدا ما الذي تاني لندوم النتيجة الا الامام هناك قليلة السطح وتطلع حشرية الريش من هذا ما هذا بحق انها تقدوده ما هذا الشيء وحش الشيطان يظل حيا من ذراسه قديمه وهو قوي جدا مقارنة موجودة في الخارج قدر اخفار راح مميزة جدا لكنها لن تكون قادر على اختباء من عيون اللورد دلق مميزة اوه قوية حشرية قوية كبيرة يبدو انه قد انتبه لهذا الجهة على ما يبدو انتبه لك يا بطلون لندون انت تعتبرني كفريسة ويجمع لندون على الرغم من انك قد تفاجعتني قبل لحظة بعد ما قفزت لكن انت هامي ليس بالتك السهولة اه؟ ماذا يتكلم هرب؟ لماذا انت تهرب؟ يبدو انه هذا الوحش الشيطان يدسغ بيه ويعلم انه انا سيتعامل معك نحن نمشي منذ ساعتين حتى الان كيف لم ينصادف اي شي جيد مساح هذا الفضاء روح كبير جدا يكون يزول اشخاص متناثم في كل انحاء الجوحار جدا هذا كتل غريب جدا كما انه هناك العديد من اشخاص حوله الوجه تيكنوس اذهب والقي نظرة بنفسك اذرني اذرني يبدو انه هناك خيمة كبيرة لغم التل لكن هناك رياح شيطانية غريبة تبقيها محمية صديقي ما اخر ما تم اكتشف عن دارة كشي في القمة هاي هاي ليندون لا يجوز الابث مع هذا الرجل شخص ما قد اكتشف تواجد نيرفان الدان في قمة نيرفان الدان ما هو ذلك النيرفان الدان هو فقط متدرب قوي وموهوب وما يكفي صقل نيرفانه حتى ينتج اقار الدان الذي يحتوى طائقة هائلة من نيرفانه من اجد مساعدة متدربين لاختراك خلال مستوى النيرفانه لكن بمانا متدربي مستوى النيرفانه نظرون جدا فعقاردان يعتبر فريد من نوع ويصعب الحصول عليه اذا لماذا لم يقمى حد بغضاء حتى الان هتتقد ان كل الاشخاص لا يريدون ذلك لا تستطعروا يا رياح شيطاني المرابعة التي تحيط المكونة دوامة على الرغم من الشخص العادل لن يكون قادر على قوام الرياح الشيطان لهذا الدوامة مع ذلك تليندون تستطيع استخدام لشام جسد الراد مواجهتها لكن الاسه هناك فعدة دون ضرار حتى مدت هذا النيرفانه من أجله يمكن قوله ذلك ذلك الفتر الذي يدعى ليندون اندفع نحو الرياح الشيطانية ماذا هو ليس خاف من الموت الخيمة الكبير في قمة تلد داخل دوامة الرياح الشيطانية اوه 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 شخصاً بجانب الصورة النيرفانه هناك هذا الوجود متعفى شديد السوء يقولون ليندون قل اندفع لدوام الرياح الشيطاني هو يبغل حقاً في تقدير قدراتها سوف يموت من ذا فصل ما سبق اللوح الحجر القديم قد انفتحه ويملك العديد من الفرص لكنها مع مختلف انواع المخاطر كذلك هل سيتمكى ليندون من وصل لعقاردان الفريد من نوعه التعامل مع ذي الرياح الشيطاني الصعب حقاً طاقة ايوان لوحدها لن تكون قادرة ويمكن تنزيق الجسد الى القطاع في اللحظة واحدة لهذا لم يجر الشخص خارج الى القدوم اليها الجهد الذي ذاته سابقه في تشكيل جسد الراد لم يذب سيده في هذه اللحظة جسد الراد الشمس العظيم اصبح ذا فاعدة كبيرة جسد الراد الشمس العظيم يشين جسد الراد يستخدم قدرات الجسد ها 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 هو فعال حقاً اندفع خلاله بسرعة ايه ما هذا شخصية اذا حتى توعب اطاف العصور القديمة صدر ذلك هو النير فاندان ذلك صحيح يبدو انه قد كان هنا منذ الف السنين ايها الدلق الصغير هو لن يخفز عليه فجوه اظن ليس كذلك انا خائف جدا من الموات الاحياء اوه ما الا ذلك كيف يمكن اذا اقوله يمكن يملك بعض الطاقة والحمايتك كانت جثة قد تحويت الاغبار بالفرم منذ وقت طويل انت فاشل حقك يا رجل اوه ايدان يمسكها لكن تمسك بها اليد حصلت عليها انتهى هذا خيراً لكن اوه مصدوم اوه يتحرك اترك ميت انتهى ها مصدوم رأس المصاب بالدوار شديد سوف قدوى ايه على هذا المعدل ها الميت الحي نحن لسنا في خيمة على قيمة تله هذا يجب ان يكون ذلك المغان قبل موت ترجيل الاكبر هو استعمل طاقيوان لو قال بعض الصور ذكرياته في الجثة لس هناك اي ميت حي انت تقول ان هذا المكان هو منطقة شديد السابقة خلال فترة حياته من فضال روح اللوح القديم في مقاطع البريد الكبيرة مفعم جدا بالحياة ومختلف بالكامل عن ما هو عليه الان كيف اصبحت السماء غامة فجأة المنظر ليس رائع جدا وينظر لذكريات لا جزمي حي مهم ما هذا الشي نراهم يقتل بالحيوانات انه مظلم وهذا الثق بالاسود في السماء يبتلع كل شيء حي على الاراضة ان العالم لم يسبق لي ان رأيت شيء كذلك مع ذلك يمكن تأكيد ان هذا الشيء ليس من هذا العالم اخشى ان كل المخلوقات قد تم ابتلعها من طرفه ربما قد يكون هذا اسود شيء قد رأيت حتى الان في اللحظة في اللحظة واحدة كل الكائنات قريبا اتهام هذا الهواء ليس انها من تكيغبارية الطير مع الحيوانات بل حتى ان كل الاراضي المحيطة المفرطة النمو اصبحت جرداء بسرع البر كما لو كانت الاراضة نفسها تموت والسبب الرئيسي الحدود كل هذا هو تلك المجموعة من الصحب المعتمع السماوية موجودة في السماوات التي تتهم كل ما تصلي دون ترك ايذي الثربي كامل ودون توقف كما لو انكش في العالم مجرى طعم بالنسبة لها وخلال استمرارها في اتهام الصحب المعتمع اجتمعت مع مكونة واجهة ضخمة بشكل غير متوقع يالهم الشعور فضيئة هل هذا الشي كان حي ان الهام هذا اول مرة ليه اوه من انتم نراك الهواقفين يبدو ان هؤلاء اشخاص قوية جدا لا يمكن شعوب وجودهم على الاطلاق بطبع هاي قوة اكثرهم ضعفة في مستوى النفبانة ماذا هذا العجل هاي من اشخاص قوة كل واحد منهم في مستوى النفبانة واكثر حتى ذلك صحيح واحد منهم فقط ان يتطاوم النامر سوى اصبح واحد قتلك يبانهم يريدون التعامل مع ذلك تلك المجموعة من السحب المؤتمة اطلقوا عليها يتعاونون لهجوم على السحب ممكن للتوقع ان تحتوا طائفة واحدة فقط على هذا العدد من القوة الاستثنائية طائفة الوصول قديمة هي القوة ببعض كل شيء في الماضي هذا طبيعي جدا الطوافة الوصول قديمة اكثر هولا من الطوافة الحالية في مثل هذا الحصار القويتي كل مجموعة من السحب المؤتمة لا تستطيع التحمل ليس كذلك حساب مهتمة تتناقص لكن قوة هائلة ماذا مصدوم مذبحة هذه مذبحة من جهة واحدة كل كانت امامي عين عدد هائل من القوة الاستثنائية والمنية حق هذا الصحب مهتمة امامة بشكل غير متوقف فقط في جزء واحد قصير من الثانية عدد لا يعود ولا يحصى من السنوات الدريب من اجل القوة الخارقة تحولت الى مجرد غبار في الهواء امامي الدلق صغير المتعاجف دائم مقال بصوت من خفض مخلوق فضيع منذ وقت ليس ببعيد هزمت وانريان ومواجهة اللين لا اعطيان كتفخورة بنفس داخلية لكن في هذه اللحظة لا يمكن نفس الشعور بالأسف موتهم امام السحب السمات مخشى انه ليس هناك فرق بينه ولا رانب لما كان قادر على فعل اي شيء ما عدد الارتجاف دون اشارة محاول التفكير في المقاومة انا لم اكن املك الشجاعة وهو بايدة حتى على رغم ان انا اعلم انما هو امامي مجرد صورة منذ عشر الف سنة لكن بالتفكير ان هذا شيء قد كان موجودة مشاري الداخلي داخليها لم تكن قادر على القمع انتاج محاول التفكير هذا النوع من الشعور بحساس دافئ تدخل ممكن ان يتوقع الناس تقتل العديد من التوابع بهذا السهولة هذا الشيء لا يمكن سوى الرجل عجوز ان يأتي التعامل معك انت ارواح الشر الغريبة ارواح الشر الغريبة لا يمكن سوى الرجل عجوز ان يأتي التعامل معك ارواح الشر الغريبة ارواح الشر الغريبة استعملت الطاقة هناك طاقة غريبة تجمع او من المحتمى ان تكون هذه المتنوجات هي ماذا هذا التقريب يبدو ان الهدف الذي نبحث عنه هذه المرة انتصاص ختم البلعم تقدم ماذا هذا هو ختم البلعم الاسطوري حيث يتشابك هذا البلعم مع الضباب الاسود واناها تقاوم بشدة بلعم قبض حيث يحط من الضباب الاسود بقوة هائلة يو 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 حسن الحظ انها ليس السوار وحشر في حالة اما اذا كانت ذات رتب عالية اذا اصبت بصداء رأسي بالتأكيد وماذا قوة هذا تمكن من النصح ذلك المخلوق الفضاء بسهولة ختم البلعم فيه مستوى من مختلف من القوة في هذا البلوضة بالطبع لكن هذا يحتمل ايضا على من يستخدمه هذا الرجل الذي يمضي بيض في عينه قوة خارقة جدا هي على اقل فوق مستوى النفوان وبين مستوى الموت والحياة العميقين غير ذلك لما كان قادر على اضع قوة ختم البرامة اذا هي الشقي حتى لو لو كنت محظوظة لامتلاك ختم البرامة ستتضمنك لما تمزيج من عمل الجهة اذا كنت تتهمك كما تسيطر على قوتك ما قد تسبب فيكارة المميتة فقط انصحت اذا فقد تحول هذا الى عدم النجاح من قفزة واحدة هممم؟ اه كان يبدو كما لو انه ينظر لي اها ارأيتم هما يكفيها يا صغيران كنت توهم اما انصد مبطلنا انه صدق حقا يقدر اي رجتي ماذا الثلاثة زرحياء قوتك ضعيبة جدا لكنك تمكينت من دخول الصورة التي خلفتها وراي يبدو انك تمتلك بعض القدرات الخاصة لما توقع بدا أن يكون مالك ختم البلومة على قيد الحياة وهذه مشكلة كبيرة هذه المرة حسنا إذا ندى وقت الرسالة يبعلك الانتباه على طريق كلامك هيا الشقي إنت تريد الوصول لختم البلومة إذا قنعني بسببك لكن أنا سأعطيك ثلاث ثوان فقط إذا كانت جواب شي غير رغبته هو لن يكبح نفسه للحروب مستحيل المقامة غير ممكنة فقط فقط مالذي يريد هذا الرجل السماع من مرادين من فادة في كلتا الحالتين أم ماذا يجب أن نفعل؟ لقد انتهى الوقت مخطاعنا أريد حق الحصول على ختم البلومة الذي يخصك يا السلف لقد كنت أسا عندما حاولت الهزيمة عدوي كما أن هناك عديد الأرواح المقربة التي أولي والتي أريد حمايتها سأصبح قوية حتى ولو تطلب الأمر المخاطرة بحياتي دون الخوف لذا أتمنى نساء السلف هذا المجرد إختبار صغير هذا الأجيز قد مات بالفهم منذ وقت طويل لأن لم يتوقع سواء بغوليل حتى تغفروه هل هذا الرجل وعش قديم مات منذ وقت طويل ومع ذلك لا تزال هل تزال قوة عظيمة وقوية للغاية حتى تحت في الضغط قوتي كنت لا تزال قادرة لتجابها طبيعاتك جيد جدا يا صغير أنا ما جابها خدع سخيفة للكذب عليها لن تنفي عمامي ذلك كان قريبا جدا أنت لا تستموه بها طبيعية لكنك لا تزال مثير الهتم بالضافة إلى أنني لا أستطيع النظر خلال ذلك الشيء مما يتصل مع يدك اليمنى ذلك هو سباح ظاري لك هنا هو يبدو مثير الاهتمام قليلا لقد تشف وجود حجر الطلسم في يدي اليمنى هذا مخيف جدا أيضا لديك ذلك الشريك جيد الدلق الصغير الـ 18 وحوش الدلق السماوي ليس كذلك ليس أن خاتم البناء ملاني شيء بالنسبة لك لكنك تريد مساعدة مثل ما حذرته قبل اللحظة أنا أقدر هذا النوع من أشخاص حقك من يحظر منه؟ أنت مجرد بقى يروح منذ عشر ألف سنة لسه هناك أي طريقة حتى تتمك المهاجمتنا أي الوحيد صغير أنت لا ترى من كثير من الأشياء حتى الآن نفس الشيء مع استحالة تدمير الروح الحقيقي بالتأكيد مع ذلك هذا ما أعتقد عنه على كل حال الواقع حال العقل الأب هذا نصيب أنت مزح معي كنت محرج قبل اللحظة لذلك كذلك لطيف عقب من المحرج لقد كنت تحت الشخصيات الرئيسية لهذا الطافة وأيضا مالك السابق ختم البلومة بقيت محتاج هزه هنا المدة طويلة جدا أيضا ابتلاح ختم البلومة ذلك كان خارق في نفس هذا اليوم في ذلك الوقت الميراس سوف يكون موثوق الشخص موثوق يبدو أن ذلك الشخص هو أنتهي الفتح بالوصول لك إلى جثث هذا العجوز أنت تعني أنك سوف تعطيني ختم البلومة؟ ذلك صحيح يمكنني تمريره لك إذن لكن مع الأسف أنت لأتيت متخرة خطوة واحدة في أخر مرة انفتاح فيها فضاء الروحي القديم كان هناك شخص يدعو نفسه برأي يستعفى الدم القاتمة تمكن حينها منه يجب صندوق الكنز الذي يحتوي على ختم البلومة وخذ خارج الفضاء الروحي فقد له أنه لم يموت ليس هناك أي أمل للعالم لا دعا لن تقلق لا تقلق صندوق الكنز يملك ختم عليه طريقة فكى أنا كنت قد كتبت هنا إذا لم أمر الطريقة فكى بلمسه هو ليتمكن من فتحة الإطلاق جزيل شكر فقط حتى تكون مستعدة المواجهة أي احتمالات من أفضل لك أن تحصل عليه في أقرب برصة لكن قلت أن فتحة مستحيل هل تعتقد أنه يستموثوقة بشكل خاص؟ يجي للشاب لن يجرى على قول ذلك أنا أعتبر أن قلتي قد كان التمر خلالي الزماء في الماضي كما أن هذا المكان قد انشأ لجي الحكم هذه المنطقة من المطاطة البرية الكبيرة بالتفكير أنه يمكن أن حد في العالم قادر على الزماء هذا العجوز في ذلك الوقت وحتى أن مقاطعة البرية الكبيرة كانت مزدهرة أيضا ما كان يتوقع ذواء كل ذلك خلال هذه المدى وبقاء القدر فقط من روح هذا العجوز في هذا العالم بعد كل ذلك تجد الإنشاء طائفة مقاطعة البرية الكبيرة لم تبقى سوى مجرد بطلال وسط الصهراء بطلال وسط الصهراء فهو يمكن للحياة أن تكون مطلقة مع ذلك هذا مجرد ذيق في مجال الرواوية ونتيجة الافتخاب الغطرة هذا مجرد ذيق أيها السيف أه ها أناسو حقا جاءتك تستمع إلى ثرثرة هذا العجوز أيها الفتى الشاب عندما تحصل على ختم البروانتة يجب أن تكون على علام بأنك ستحمل أثقل مسؤولية في العالم على أعتقد هنا الاختيار ستحتمد على رغبتك منه لا تجعل أي خطأ في حكم هذا الرجل العجوز ذهب أثقل مسؤولية في العالم هذا السيف قاتل من عينين الشخص مدهش حقا هو كذلك على الرغم أن شخصية المزهجة جدا لكنك ما قدمتها أيها السلف من المعروف في هذا الخيم الحجري الذي يدوغ لا يمكن أن أخذك مما يكفي دعنا ندفن بقايا السلف بعنايا ماذا تريد أن يهتم بعمر هذا الرجل المزهج لا تكناه مقاف كيف يمكن أن تركه هنا هذا مجرد لم يخدم ظن ساناة هنا لا أكثر لم يتثق المعقولة فلا بثمتدك لهذا الطاقة الكبيرة أشيء غريبة طوار حقا واااااااا حي حي ميت حي ميت واااا واخا خاف الأوق لقد ندخلت دميoco هذه كEntناه سوف agencies لا أتكلم Know أن ن lame Он diskватور one 气 التي أعطيت الأبعاء في السابق سأسلمها لك تعطيها لي هذا الشيء مخيفا جدا ويضرب هذا الدلق ما الأمر معك هل أنت أحمق هذه الدمية ختم من الرتبة العالية أداء عالية جودة أي ما يعادل مستوى الأظهار مستوى الأظهار ذلك الإساس وممانا عليه حاليا إذن لماذا تجاهد هذه الكنزة أيضا أريدها 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 يا السلف أريدنا أريدها على الرغم من أن يكون هذا المتهجة لأنك تجاهد تجاهد المصدومة حقا لا لك سأحول الشكلها الخارجي في الحال تزيل الشكلها السلف وهو هناك شكلها الخارجي في الواقع مدهج جدا ثم يجب عليكم الذهاب تريع إنما أنطغم التصفر فظهر الروحي بذلك مكار وديها مجموعة في نوقتها من مستوى الأظهار مستوى الأظهار هناك توجد في نوقتها الفريدة من نوهار طفل وصول قديمة أسطورية إن كانت هناك فنوقتها من مستوى الأظهار فهذه المتقلين لأنك تكون مستحيلة في هذا الحال يجب عليك الإسراء الوداء أيضا فأنت شعر داما أنه سوف يظهر شيء أن لا يتقل الوداء متصفف فظهر الروحي القديم بعدين من أشياء الطائف المستهدفة موجودة هنا فقط مقارنة مع باقي الكنوز لأكثر جادة ذبية في نون قتال مستوى الأظهار نرامي ثرثرون لقد بدأ أخيرا فنون القتال طائفة العصو القديمة ينفتها يقال أن لا يوجد كثير من فنون القتال مستوى الأظهار في القاربة أكملها لكن لماذا هناك هذه العزباد منها تحت هي من هذه الطائفة طوال الخوف من غضب الحجد والشيء الأكثر أهمي هو الحتمال لضائف الحصول على في نقطة المستوى الأظهار الداخل للحجر القديم يقال أن قلة من أشخاص من تمكن الحصول عليها منذ الدماءات الثانية السنين ومن يمكن أن هذا الموثوق كان من ممكن قولها أنها قد كانت مجرد خدار لأنها تظهر منها 10 فرص فقط من قد يتقدم قبضها 10 فرص 10 ماكن والعديد من الأشخاص لأخذ هذا الأمر يحتمل على القوى للتحديد من إجراء التقدم وليس هنا يقوم مطلقة غير خافة حتى تملك هذه الشجاعة تقدم لنغطيان أولا على الرغم من أدب سعادتي بهذا لكن لنغطيان هو الأقوى حق بين كل الجيش هو كان أول متى جراء للذهب ولا هنا شئت المتابقون من نخب برشب العشار الثلاث ذهب أيضا هل لماذا أن هناك أيضا لم يسحق لندون حتى تحول الأحمق فيه وجه صلى بحق للظهم مرة أخرى ها 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 من يضحك بينكم فليتت أحرج هنا عدوان واحدة من بين عشائر الأربعة من ليس مقتنى فهو عدو العائلوان أوه نفسك تملك القدر الحملة على التكوانيان انت تفكر جدا لنظوج حقا ظهور بطلنا لندون لندون انت ما الذي قلته بشكل خاطئة أيها الخصم المهزوم لندون انت في الواقع ذهبت بايدة وحرجت هذا السيد الشاب الثاني ثلاث مرات السيد الشاب قد يقسم على ضرورة إطلاعك حياة حقا إذاً نلاغ على الانتظار لأننا لا نلعب معك مرة أخرى أيها السيد الشاب بانك تقدم حسنا تقدم يوقف الأجياء التي توقف نحن لدينا شيء أكبر حالياً شيء قلت أن انت يجب أن لا تذهب بايدة جداً ماذا قالتوا سوف تموتك من أجل نهاية دون نهاية حسناً 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 أنت تكون هناك في الصخرة مقارنة مع هجم دينكم يجب أن هذا القرد العجوز لا تزال معا خداع متبقية ليس نظر القتل هنا بما أن الجانبان سيقع معا في صراحة وموت مع ذلك لو حفظوا القتال يملك عشباً فقط وبما أن أنت يجري على استدلاع نرى بطالة تقدم الحصول على واحد في هذه الحالة سيحصل على واحد بالطبع إنهم تكون موافقة في التقدم لإذن تقدم تحديهم ماذا؟ هذا الفتاة مجنون بين كل الأدد من الأشخاص هنا يبدأ تحديا حتى ولو أن هذا الفتاة الذي يكون قوي جداً لكن لا يمكن أن يملك مساعدة في خلفها العشرة الأربعة مغروب هذه المتاكل هو يريد أن يواجه كل الأشخاص الوحدة نرى 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 نرى